ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم في بلد مليء بالكوارث الطبيعية ولا يصلح للزراعة ولا حتى يوجد به مصادر للطاقة قرر بعض الناس العيش به تماماً زي صاحبنا البطريق لما معرفش إيه اللي جا في دماغه وقرر يعيش في الفريزر هذه المجموعة تأقلمت على المعيشة في الظروف الصعبة عن طريق تواضعهم واحترامهم للطبيعة بعدم محاربتها بل بالعيش معها بتناغم فمثلاً بنوا بيوتهم من الخشب بدلاً من الحجر كلمة تناغم أصبحت مرادف للشعب الياباني وثقافته وأهم يميز شعب الياباني هو أسلوب استضافته لعناصر ثقافية من البلدان المجاورة بشكل متناغم وهذا الشيء الأساسي الذي أردت أن أتعلمه عندما ذهبت للدراسة هناك بغرض البحث عن عناصر تصميمية جديدة لدمجها بثقافتنا العربية بشكل متناغم بعد الانتهاء من الدراسة في اليابان ثم رجعت إلى الأردن مع يقيني بعدم صلاحيته لنشر الفكر التصميمي الجديد لأسباب اجتماعية وسياسية والخليج العربي حيث نشأت يعتبر مكان مألوف ولكن يصعب بالتحرك به ومصر آنذاك لم تغريني للمعيشة أو للعمل كوردني من أصل فلسطيني نشأ في الخليج العربي بمجتمع عربي متنوع بين السعودية والكويت لم يكن لي أي دخل بالسياسة ولكن فجأة 2011 جعلت مصر في أعين وقلوب الجميع مما جعلها محط اهتمامي واختياري الأمثل لتنفيذ مشروعي الأكاديمي الشباب العربي لفترة طويلة ويحاول إبعاد نفسه عن هويته وثقافته ولكن ما حصل في 2011 جعل الشباب العربي لأول مرة يشعر بالفخر لإنجازه الأول تغيير في مستقبله بيده وهذا الشعور انعكس على إحساسه بثقافته ولغته فأردت أن أكون في مصر لألعب دور إيجابي في حياة الشباب في أهم فترة في حياته الهدف من المشروع هو تأسيس فكر تصميمي جديد يخاطب الثقافة المحلية والإقليمية بلغة بصرية عربية حديثة لا تقتصر على استخدام الحرف العربي فقط ولكن على لغة بصرية مستضافة من فلسفة شرقية بشكل متناغم مع ثقافتنا العربية يعني حنعمل باختصار تصميم عربي جديد إن شاء الله طيب، إزاي؟ طبعاً كفرد واحد ليس باستطاعتي نشر الفكر الجديد عن طريق عملي كمصمم فبالتالي اتجهت إلى منصة التعليم لتأهيل وتجنيد جيل جديد من الطلاب القادر على رفع راية التجديد في التصميم العربي في المرحلة الأولى كل شيء كان يدور خارج نطاق الدرس بالنسبة لي كان أهم من الدرس نفسه من نقل فكر وثقافة واكتساب مهارات من نشاطات لمنهجية المرحلة الثانية دفعت الطلبة للتعبير عن مواضيع ثقافية متعددة من خلال مساق تصميم الملصق في المرحلة الثالثة ألزمت الطلبة بالتفكير والتصميم بالعربي وتطوير المحتوى البصري والمكتوب وتنفيذ مشاريعهم بتقنية عالية وهذا كان شيء جديد بالنسبة لطلاب التصميم في الجامعة الألمانية لكن أهم مرحلة في المشروع الأكاديمي كانت عندما أتعوت كل من هيثم نوار وغالية السراقبي زملائي في العمل لمحاصرة الطلبة عن طريق تنسيق مساقاتهم مع مساقي الرئيسي لجعل الطالب العمل على فصل كامل يتمحور حول التصميم للوطن العربي من منطلق ثقافي، فني واجتماعي وكانت النتيجة تصميم تعبئة وتغليف لمنتجات تعبر عن ثقافة الضيافة لجميع البلدان العربية هنا كبلدة فلسطين وتصميم حروف مستوحى من ملصقات ونصوص تابعة للبلدان وتصميم أعلام وخرائط لعواصم البلدان العربية وهنا منتجات من دولة عمان لثقافة الضيافة وحروفها وأعلامها والخرائط وكذلك منتجات دولة جيبوتي وحروف وخرائط وكذلك الحال بالنسبة لجميع الدول العربية نتيجة للمعركة الطاحنة تم تأهيل بعض الطلاب الأبطال للعمل على مشروع خارج الجامعة مع هيثم نوار وغاليا في مشروع خطوط وسط البلد الذي استمر مدة شهر واحد بهيئة معسكر تصميمي لتصميم ستة خطوط عربية مجانية مستوحى من يفط القاهرة في محلاتها القديمة والمشروع ابتدأ من القاهرة وانتشر إلى الوطن العربي ولقى نجاح باهر وكسب جوائز عديدة في آخر مرحلة قبل مشاريع التخرج تم بناء الفصل على نفس البحث للتصميم للوطن العربي ولكن من منظور اجتماعي وسياسي والبحث على حلول لمشاكل المجتمعات المختلفة عن طريق أساليب تصميمية متعددة وهذه الأساليب تراعي اختلافات الثقافية ما بين الدول والاختلافات الديمغرافية كمشكلة الفجوة بين الأجيال تم طرحها عن طريق مطوية وملصق بشكل حوار ما بين الأهل والأولاد ولعبة تشرح للأطفال ما هي أهمية المساحة الشخصية عند الأفراد وسلسلة من الرسوم الهزلية التي تتمثل في شخصية تنت تريزا وعم أبو منديل لتشرح مشاكلنا البيروقراطية في مؤسساتنا الحكومية نتيجة للتدريب المميز الذي مر به الطلاب على مر السنين كانت مشاريع تخرجهم تشمل أو تحمل في طياتها القيم والمبادئ التي كنت أحاول نقلها إليهم وأهمها ترسيخ دور التصميم خارج نطاق الحياة التجارية ليخدم المجتمع بعدة مجالات كلعبة هادفة تعليمية للأطفال تنمي العلاقة مع أهليهم عن طريق ممارسات فكرية وعملية أو كمشروع علمي فني يترجم الظواهر الجيولوجية في الصحراء الغربية في مصر عن طريق تكوين ورقي وتصميم عدة كتب أو مشروع علمي فلسفي يناقش معايير القياس وعلاقة الزمان بالمكان وأثره على إدراكنا من خلال آلة زمن تعرض تطور رسم الخريطة العالم منذ القدم إلى وقتنا الحالي وأخيراً موضوع سياسي العالم المسطح وهو يسأل من يرسم الحدود وكيف ترسم من خلال عدة خرائط تشرح أو تغير مفهوم التقليدي للخريطة وبالإضافة إلى ما سبق تم إطلاق من داخل أسوار المعسكر الأكاديمي مسابقة أفضل مائة ملسق عربي بمجهود ما بين الأساتذة والطلاب لخلق منصة للتنافس بين المصممين العرب ونشر وتوثيق منتجاتهم أو تصميماتهم من خلال معرضنا المتنقل الذي سيفتتح في الأردن الشهر القادم وينتقل من بعدها إلى الخليج العربي ومن ثم إلى المغرب العربي ويختتم دورته في القاهرة إن شاء الله زي ما شفتم هدف هو ليس فقط تصميم باللغة العربية ولكن العمل على تنشئة جيل من المصممين العرب لديهم المقدرة على التواصل إقليمياً للنهوض بمجتمعاتنا المختلفة عن طريق تصميم عربي صادق يدعو للفخر بهويتنا العربية ويربطها بالتقدم وشكراً